اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل هذه المكونات طعم مكون واحد من هذه المكونات بنفس طعم الكيكة من يشاركنا في هذا السؤال تفضل احسنت اذا يختلف لو تذوقنا طعم البيض بالتأكيد هو مختلف عن طعم الكيكة كذلك الشوكولاتة او الكاكاو يختلف كذلك الحليب يختلف اذا عن طعم الكيكة نعم هناك فرق بين طعم الكيكة وطعم مكونات ما الذي حصل لقطعة الخشب نتأمل في هذه الصورة نلاحظ قطعة وقت خشب تحترب فيها نار فما الذي يحدث لهذه القطعة احسنت اذا احترقت ممتاز اذا قطعة الخشب تحترب عندما نضعه في النار فانها تحترق قطعة الخشب احسنت اذا احترقت عندما نضعها في النار فانها تحترق ما المواد التي نتجت عن احترق قطعة الخشب نتأمل في هذه الصورة عندما نضع قطعة الخشب في النار واحترقت فما الذي ينتج عن احترق قطعة الخشب من يشاركنا تفضل احسنت اذا دخان اذا دخان يخرج دخان احسنت هذا شيء الشيء الاخر ماذا يحدث لقطعة الخشب شيء كما ذكر زميلكم انه الدخان شيء اخر ماذا يحدث لقطعة الخشب احسنت بارك الله فيك اذا تتحول الى ماذا الى رماد احسنت اذا تتحول الى رماد ودخان هل الرماد والدخان يشبهان قطعة الخشب نلاحظ في هذه الصورة عندما تحترق قطعة الخشب وينتج الرماد كما ذكرنا قبل قليل الرماد والدخان هل هي تشبه قطعة الخشب قبل الاحتراق احسنت صحيح اذا لا تشبه قطعة الخشب لا الرماد والدخان مواد جديدة تختلف عن قطعة الخشب اذا الرماد والدخان مواد تختلف عن قطعة الخشب نتجا لنا مواد جديدة بعد احتراق قطعة الخشب ما نوع التغير الذي حدث لقطعة الخشب عندما تحترق هو تغير كيميائي يسمى التغير الذي يحدث لقطعة الخشب عندما تحترق تغير كيميائي ما هو التغير الكيميائي تعريف التغير الكيميائي هو تغير ينتج عنه مواد جديدة تختلف في خواصها عن المواد الأصلية هو تغير ينتج عنه مواد جديدة تختلف في خواصها عن المواد الأصلية فمثلا صدأ الحديد من الأمثلة على التغير الكيميائي نلاحظ هذا السلسال في هذه الصورة أنه تحول وتغير هنا التغير تغير كيميائي تحول السلسال إلى صدأ حديد يختلف هذا الصدأ عن المادة الأصلية للسلسال يختلف الصدأ هنا في هذا السلسال عن المادة الأصلية للسلسال نأتي الآن إلى التقويم المرحلي صنف التغيرات الآتية بمنظم التصنيف لدينا مجموعة من الكلمات نريد أن نصنفها هل هي تغيرات فيزيائية أم تغيرات كيميائية نبدأ لدينا مجموعة من الكلمات الأولى هي احتراق الخشب الثانية تشكيل السلسال الثالثة صدأ الحديد الرابعة تنزيق الورق نبدأ باحتراق الخشب من يقول لي احتراق الخشب؟ هل هو تغير فيزيائي أم تغير كيميائي؟ تفضل؟ أحسنت ممتاز بارك الله فيك إذن احتراق الخشب هو تغير كيميائي إذن احتراق الخشب هو تغير كيميائي لأنه ينتج لدينا مواد جديدة ننتقل إلى العبارة الثانية تشكيل السلسال تشكيل السلسال هل هي تعتبر تغيرات فيزيائية أم من التغيرات الكيميائية؟ من يشاركنا؟ تفضل؟ أحسنت ممتاز إذن تشكيل السلسال تغيرات فيزيائية لأنه يتغير شكله ولكن لا تتغير يتغير السلسال ومكوناته ننتقل الآن إلى صداء الحديد هل هو من التغيرات الفيزيائية أم التغيرات الكيميائية؟ أحسنت ممتاز إذن من التغيرات الكيميائية لأنه نتج لدينا مادة جديدة ننتقل الآن إلى الكلمة الأخيرة أو العبارة الأخيرة وهي تمزيق الورق تمزيق الورق هل هي تغير كيميائي أم تغير فيزيائي؟ ممتاز ممتاز بارك الله فيك إذن هي تغير فيزيائي إذن هي تغير فيزيائي لأنه تغير شكل الورقة فقط نأتي الآن إلى دلائل حدوث التغير الكيميائي يوجد هناك دلائل لحدوث التغير الكيميائي من الدلائل على حدوث التغير الكيميائي الضوء والحرارة الضوء والحرارة مثل الحرارة والضوء الناتجتين عن احتراق الخشب فنلاحظ أن إذا حدث هناك ضوء وحرارة كما في احتراق الخشب فإن هذا يدلنا على أن هذا التغير هو تغير كيميائي يدلنا أن هذا التغير هو تغير كيميائي التغير الثاني أو الدلالة الثانية التي تدلنا على حدوث التغير الكيميائي وهي تغير اللون مثل تغير لون ثمرة الموز عندما يزداد نضجها فنلاحظ في هذه الصورة نلاحظ أن لون الموز قد تغير لون الموز قد تغير عندما ينضج وهذا دليل على أنه حدث تغير كيميائي كذلك نلاحظ في هذه الصورة أن التفاح تغير أيضا عند قطعه وجعله فترة من الزمن فإنه يتغير لون التفاح سيعتبر هذا دلالة على حدوث التغير الكيميائي من الدلالة أيضا على حدوث التغير الكيميائي تكون الغاز مثل الغاز المتكون عند إضافة مسحوق الخميرة إلى الخل إضافة مسحوق الخميرة إلى الخل فنلاحظ كما نلاحظ في هذه الصورة أنه تكون لدينا غاز تكون لدينا غاز نأتي الآن إلى التقويم الختامي التغيرات الكيميائية مهمة للكائنات الحية أذكر دليلا واحدا على صحة هذه العبارة بمعنى أن هناك في حياتنا اليومية تغيرات كيميائية مهمة لنا وللكائنات الحية جميعا فمن يذكر لي في حياتنا اليومية تغير كيميائي مهم لحياتنا تفضل؟ أحسنت الطعام ولكن ماذا؟ ماذا عن الطعام؟ أحسنت إذن الطبخ هذا يعتبر مثالا على التغيرات الكيميائية المهمة للكائنات الحية من الإجابات على التغيرات الكيميائية المهمة للكائنات الحية تحليل أجسامنا للطعام الذي نتناوله كل يوم هذا مثال المثال الآخر صنع النباتات لغذائها التي لا تستطيع أن تعيش النباتات إلا عن طريق صنع غذائها المثال الثالث عمليات الطبخ التي ذكرها زميل فنقر غليل كل هذه الأمثلة تدل على تغيرات كيميائية مهمة لحياة الكائنات الحية أشكر الجميع على تفاعلهم وأتمنى أن تكونوا قلون استفدتم واستمتعتم بهذا الدرس بسم الله الرحمن الرحيم نأتي الآن إلى ملخص للتغير الكيميائي تعرفه هو تغير ينتج عنه مواد جديدة تختلف في خواصها عن المواد الأصلي من الأمثلة على التغير الكيميائي صداء الحديد هذا المثال الأول المثال الثاني على التغير الكيميائي احتراق الخشب المثال الثالث تحليل الطعام داخل الجسم فجميع هذه الأمثلة ينتج لنا مواد جديدة تختلف عن المواد الأصلي هناك دلائل تدلنا على حدوث التغير الكيميائي من الدلائل انتاج ضو وحرارة كما في احتراق الخشب فينتج عنه ضو وحرارة وهذا يدلنا على أن هناك تغير كيميائي كذلك تكون الغاز أيضا الدلالة الثالثة تغير اللون كما يحدث في فاكهة الموز عند نبوجها أو قطع جزء من التفاح وتركه فترة من الزمن احتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس واستمتعتم به اشتركوا في القناة